ترجمة نانسي قنقر استغرار والأمن وتعزيزا لمسيرة النماء والتقدم في مملكة البحرين عبر أجيال متعاقبة جاءت اللفتة الكريمة من سمو الأمير الراحل خليفة بن سلمان رحمه الله لتضع المواطن البحريني في مراتب عليا من الإبداع المهني والفكري بصورة حسنة تشرف مملكة البحرين وتشرف أبناءها فقد تم تخصيص جائزة باسم سمو الأمير الراحل خليفة بن سلمان رحمه الله ما يؤكد على مدى رعاية سموه للصحافة والصحفيين فتخصيص جائزة تحمل اسم الأمير الراحل رحمه الله وتخصيص يوم للصحافة البحرينية في السابع من شهر مايو من كل عام ترجمة فعلية للدعم الذي كانت تلقاه الصحافة من لدن سموه رحمه الله ومدى تخدير الأمير الراحل رحمه الله للرسالة النبيلة لمهنة الصحافة فقد جاءت تلك الجائزة لتشجيع الأجيال الجديدة لبدل المزيد من الجهد على طريق تطوير الصحافة الوطنية والارتقاء بها جائزة خليفة بن سلمان تحمل اسم قائد خليجي عربي نذر حياته لخدمة شعبه وأمته حاملاً هم المسؤولية متخطياً الصعابة التي مرت بها منطقتنا العربية بكل حكمة وصبر وقراءة سياسية للأوضاع قليل من يتقنها في ظروف دقيقة حاولت فيها قوى خارجية التدخل في شؤوننا الداخلية تعديناها بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم قيادة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ومساندة سموكم حافظكم الله وبدعم من صاحب السمو ولي العهد الناب الأول لرئيس الوزراء أنا هنا لا أذيع سراً عندما أذكر توجيهكم المباشر لي ولجميع الوزراء في أول جلسة أحضرها لمجلس الوزراء بالاهتمام بالصحافة والصحفيين وكانت كلمتكم لتكن صدوركم واسعة للصحافة والصحفيين كما لا يخفى على أحد اهتمامكم الشخصي وقراءتكم بكل ما يكتب في الصحافة وطلبكم الدائم للمسؤولين بضرورة التفاعل مع ما يكتب والرد على تسألات الصحافة وعدم إغفالها كما أن مقولتكم المشهورة انتقدوا ولا تسيئوا للوطن كلمات حملتنا جميعاً مسؤولية كبيرة لا يعرف معانيها إلا من يعرف معنى الإيثار وحب الوطن سمو الأمير الراحل رحمه الله دائماً ما كان يشيد خلال الجائزة السنوية بجهود رجال الصحافة والإعلام وبصماتهم الواضحة على مدى سنوات طويلة التي ستظل محفورة في الذاكرة الوطنية ودرساً للأجيال الجديدة هذا وستظل جائزة سمو الأمير الراحل خليفة بن سلمان رحمه الله ومضة منيرة في درب الصحافة البحرينية وحافزاً كبيراً تواصل أداء دورها في أن تكون نافذة شفافة للتعرف على مشاكل المواطن وهمومه بروح وطنية وبكل أمانة ومسؤولية ومواصلة أداء دورها الوطني في الدفاع عن مكتسبات الوطن وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبنائه وتوعية الرأي العام بالقضايا الوطنية والتثقيف بالقضايا الإقليمية والدولية طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين